يلا نعمل عنوان يو ارقل مخصص جديد لقناة بعد تغيير الاسم. هندخل على اليوتيوب. استخدام العرضي بتزاهر سطح المكتب. وندغط على صورة القناة. ونختار ستوديو اليوتيوب. ونستوديو اليوتيوب. هختار تخصيص القناة. اضغط عليها واختار من المعلومات الاساسية. وانزل تحت. هتلاحظ هتلاقي انوان اليو ارقل المخصص اللي انا كنت عامله للقناة قبل كده. وتحت هتلاقي كلمة حزف. اسفل انوان اليو ارقل المخصص. هضغط على حزف عشان احزف انوان اليو ارقل ده. هتحولني على لمحة عني. اضغط على انوان اليو ارقل الموجودة عندي في القناة. وبعد كده اضغط على ازالة وبعد ما اضغط على ازالة اضغط تاني على ازالة عشان نعمل عملية ازالة العنوان الURL المخصص الاديم للقناة بعد كده خلاص تم ازالة عنوان الURL المخصص ده ده خلنا تاني على تخصيص القناة هتلاحظ ان هو بيقولك يمكنك تخصيص عنوان URL مخصص لقناتك جديد يعني تمام؟ طبعا لازم تكون قناتك عد عليها اكتر من شاري فيها اكتر من 100 مشترك فيها صورة ملف شخصي فيها صورة بانر انا هنا في خيارين عندي اما عنوان الURL المخصص الاديم او ان انا اختار اللي تحت التاني ده الجديد باسم القناة الجديد وكمان ممكن ان انت تضيف احرف او ارقام جنبها مفيش اي مشاكل انا هضيف هنا معاكو اربع ارقام تمام؟ بعد ما اضغط على عنوان الURL المخصص باسم القناة الجديد هضيف الاربع ارقام دول هيديني علامة صح في الدايرة الخضرة اللي على شمالك دي ما تنساش تضغط على نشر فوق كده احنا غيرنا عنوان الURL المخصص للقناة وطبعا ده مميزاته اهمها لو بيسهل عليك التواصل مع المستخدمين من خلال العنوان بضغط بعد كده بأكد تغيير او تخصيص عنوان URL مخصص جديد للقناة خلاص احنا كده خلصنا الفيديو وعملنا عنوان URL مخصص جديد للقناة بعد تغيير اسم القناة تحياتي شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا